الناس حبيته في الداخل وفي الخارج ممكن ده يعمل إنعكاسات يعدينا كلنا بمعنى أصح فده تشقة أعتقد برضو مهم يعني هي وين وين سيتيواشن في الأول وفي الآخر نتمنى كلنا نكون عند حسن الظن يعني طيب إيه الخبر التاني المهم برضو لحبيت أبدأ مع حضرتكو فيه؟ هنتكلم عن فترة التوقف الدولي وهنا فكرة دعم المنتخب إمبارح كانت ربطة الاندية عقدة جلسة مع كابتن حسام حسن مدير الفني لمنتخب مصر وكابتن إبراهيم حسن وعرضوا خطة عملهم للمرحلة اللي جاية ده كان أثناء طبعا فترات التوقف الدولي هتكون في شهر مارس ويونيو طيب البيان كده جيد تحديدا خيرا لحضرتكو برضو من ربطة الاندية كنص قالك إنه منذ انتخاب مجلس إدارة رابطة الاندية بيقف دائما داعما لكل منظومة الكرة المصرية وبتضع رابطة الاندية في الفترة القادمة مصلحة منتخبنا الوطني في أولى أولوياتها للاستعداد الجديد لمباريات تصفيات كأس العالم 2026 البيان كمان أضاف قالك بناء عليه قرارة رابطة توقف الدوري بعد آخر مباراة يوم 12 مارس من قبل توقف الأجندة الدولية الأول ثم التوقف مرة أخرى بعد آخر مباراة يوم 27 مايو ده قبل توقف الأجندة الدولية التاني بقى واختتم البيان حيقال لك كده حيتم الإعلان عن جدوى المباراة الدوري العام يعني بعد التعديلات ده حيكون تقريبا في أقل من 48 ساعة إحنا خلال كم ساعة حنقدر أن احنا نتعرف على البيان الأخير أو الجدوى للأخير ده كان بيان الربطة بالأمس اللي بقوله حضراتكو ده وبالتالي أكيد حيكون لنا كلام كتير جدا عنه في فترة أو في فقرة الكرة تحديدا بس سريعا ممكن نفهم أكتر يعني خلينا ناخد أستاذ رامي راجب أن ناخد الرياضي معنا على التليفون أستاذ رامي أنا برحب بحضرتك طبعا في البداية